إلا بقول الله سبحانه وتعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل بعض المستشرقين يقولون أن هذه الآية وضعها أبو بكر رضي الله عنه وهذا من الجهل ومن الخطأ ومن عدم الفهم منهم من تعمد يتعمد ذلك ومنهم من يدخل في ذلك عن جهل الإنسان عند وقوع المصائب العظمة وأنا أتكلم من ناحية العقلانية مع هؤلاء عند وقوع المصائب العظمة فإن الإنسان لا يتذكر أقرب الأشياء إليه وهذا مشاهد في دنيانا مشاهد بكسرة عند وقوع حزن كبير أو فرح كبير فإنك من الممكن أن تنسى أي شيء ولا تتذكره حتى يذكرك به من يذكرك عائشة رضي الله عنه لما وقع عليها الحزن الكبير في حادثة الإفك وأرادت أن تستدل وأن تصبر كصبر يعقوب عليه السلام تقول ما تذكرت اسمه على الإطلاق غاب عني تماما من شدة المصيبة على قلبها فقالت كما قال أبو يوسف عليه السلام ونسيت اسم يعقوب عليه السلام تماما فالحاصل أن الصحابة كانوا في هذه المصيبة الكبيرة التي هي أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين فإنهم كما رأينا منهم من كان يصرخ ومنهم من كان يرفض ومنهم من وقع مغشيا عليه إذا كان الكبار هو عمر رضي الله عنه رأينا حاله يرفض تماما مقولة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فالزهن لا يستحضر أبدا هذه الآية لا يستحضرها إنما أبو بكر رضي الله عنه رباطة جأش أبي بكر رضي الله عنه وقف ليستحضر هذه الآية وهناك شيء آخر أضمه أن أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه سالم وكان في أعالي المدينة فلا شك أنه مرت عليه لحظات ووقت هذا الوقت فكر فيه واستعاد فيه وركز فيه رضي الله عنه مع رباطة جأشه وقوة قلبي أنا لا أقلل من هذا لكن أقول أنه أتيحت له فرصة أثناء المسير إلى المسجد لم تتح لعمر ولا للصحابة فوقف أبو بكر رضي الله عنه وأعلن موت النبي عليه الصلاة والسلام وتلى هذه الآية التي ذكرناها قوله سبحانه وتعالى